السلام عليكم مرحبا بكم في قناة وصفة نت يوم شاء الله ستشوفوا معي طريقة تحضير لابيش اقتصادي جدا بدون فرن كي تحضر بسرعة البرق بمكونات جد بسيطة كنتمنى من كل قلبي انه هنا الاعجابكم خصوصا اننا غد نحضره بدون قالب الخاص بلابيش فقط بالقارورة القارورة اللي طبعا كان نرميها فنحضر بها هاد لابيش وكيجي ممتاز في الشكل كما كتشوفوا معايا وكذلك في الطعم كيجي هائل جدا رغم بساطة مقوناته كنتمنى من كل قلبي ان الفيديو اليوم اعجابكم شكرا لكم على تعليقاتكم وكذلك على انتقاداتكم نخليكم مع مرحل الفيديو فعلى بركة الله اول خطوة كنديروها كناخدو قارورة هنا يعملت قارورة من فئة اثنان ليتر او لا ليترين هي مناسبة لهاد المقادير اللي اعطيتكم ودرجت معاكم في الفيديو فعلى بركة الله كنجيب السكين وكنحاولو نفتحوا القارورة بالاعلى على هاد الشكل اللي تتشوفوا معايا الان في الفيديو من بعد البركة الله كنجيبوا واحد الورق اللي كننقدوه على هاد الشكل غادي نغلفوه بورق الطبخ ومن بعد غادي نوضعوه في الجوانب باش كنغلقوها كما تتربش لنا الكريمة في الجوانب وبالنسبة الكريمة فعدنا دفعتان الدفعة الاولى كنحتاجو فيها الكريم باتيسياغ اللي ممكن تعملوا كريم باتيسياغ العادية انا عملت هذي بشوكولاتة لان فعلا مضاقها مميز كما نقول لكم دائما كنحتاجو هنا ربع ليطر ملحاليب ملعقة ونصف من السكر وملعقة ونصف من كريمة او لا بودرة الكاسترد او بودرة الكريم باتيسياغ الى ما متفرش عندكم بشوكولاتة ممكن تتعملوا هذي اللي هي بالفانيلا اللي كتتعمل في الملفي وضيفوا لها مقدار من الكاكاو على حسب الرغبة مثلا نضيفوا لها كيسين ولا كيس واحد فهناك مش تقنعملوا مقادير جد قليلة يعني فقط نصف ديال المقادير وعلى بركتي الله سنمرروا لتحضير الكريمة نضعوا اولا الحليب نضيفوا لي السكر كذلك سنضيفوا لي ملعقة ونصف من البودرة ديال الكريمة السكر كذلك ملعقة ونصف والحليب ربع ليطر المهم ان المقادير ستلقوها مكتوبة اسفل الفيديو في خانة الوصف كنخلطوا هذ العناصر والمكونات مع بعضها جيدا جيدا حتى كتنساجم ومن بعد كنوضعوها على النار بالنسبة للنار فتكون النار متوسطة وكنستمروا في التحريك حتى كنحصلوا على كريمة متماسكة ضروري تستمروا في تحريك حتى لا تصقش لكم باسفل الاناء هنا على بركة الله ها هي الكريمة جاهزة كيفش توليه كي تظهروا فيها فقاعات وكتولي بهذا الشكل سنتفوق لها النار من بعد لبركة الله نجيبوا واحد الصحن ونوضعوا فيه الكريمة هنا حاولوا انكم تعملوا الصحن لان الصحن كيكون مسطح فبتالي الكريمة كتبرد بسرعة وما تاخدش وقت طاويل من بعد نغطيها بلاستيك غدائي ضروري ان البلاستيك يلمس لنا سطح الكريمة بيش ما تكونش قشرة ونوضعها في تلاجة ونخليها حتى تبرد ومن بعد لبركة الله بالنسبة الكريمة المتبقية كنحتاجوا كذلك نصف دي المقادر هنا كنحتاجوا الحليب البارد جدا او المجمد وهنا كنعملوا هاد الكريمة او الكريمة اللي كتعمل في المتلاجات فكتجي جد ممتازة في هاد الابيش غلاسي كتجي روعة وكذلك نعملوا الكريمة نصف دي العلبة لكم القياسات بالملعقة الى من تفرج ممكن تعودوها طبعا بالشونتي لكن كنصحكم انكم تستعملوا كريمة المتلاجة على بركة الله سنمروا الان بالنسبة الملاعق نحتاجوا اربعة ملاعق كبيرة بالنسبة للغرام في العلبة كتوزن مئة وعشرة غرام يعني غدي نحتاجوا الخمسة وخمسونة غرام من الى اختيتوا القياسات بالغرام كنجيبوا ايناء كنوضعوا فيه الحليب غدي نضيفوا عليه البودرة ديال الايس كريم او الكريم غلاسي من بعد كنجيبوا الخلاط وكنخفقوا الكريمة في الاول كنخفقوا الحليب مع الكريمة غرب يعني خلاط يداوي كغرب اليد بس ما تطايرش ومن بعد كننخدموا الخلاط كنعملوها على اهلا سرعة مدة الخفق تقريبا عشر دقائق من بعد الى بركة الله بعد ما خفقنا الكريمة وهنا هي الكريمة الاخرى بردات تماما تماما كنجيبوا واحد الملعقة او للخلاط اليداوي وكنحاولو اننا نخلطوها جيدا على هاتشكل من بعد الى بركة الله كنجيبوا الكريمة الاولى اللي هي كريم المتلاجات او كريم غلاسي وكنضيفو لي الكريمة الاخرى مع الخفق بالنسبة لهنا نخفقوه على درجة اللي كتكون خفيفة بس ما نهبتوش الكريمة الاولى من بعد الى بركة الله كنجيبوا القرورة اللي شبق لنا حضرنا كنوضعو فيها هاد الكريمة من اللي كنوضعو الكريمة كتوضعو الكريمة وانشو ما كتضغطو ضروري تضغطو عليها باش تخرجو ذوك الفقاعات اللي كيكونوا في الكريمة وكتحصلو على واحد اللابيش لما فيش فقاعات في الواسط وكذلك في الوجه دياله من بعد الى بركة الله كنجيبوا الحليب وكنجيبوا البيسكوي اي بسكوي كتوفر عندكم انا عملت هاد البيسكوي اللي كنلقاهوه عند اي بقال كنوضعوه في الحليب وكنخليوه شوية يترقد باش ما يبقاش صلب يعني كنحصلو على بسكوي اللي كيكون ردب من بعد كنهزوه كنوضعوه على الوجه ديال الكريمة فالكريمة اللي اعطيتكم جات هي هاديك معهد القارورة القارورة بقياس 2 لتر كما سبق لي ذكرت فقنوضعو البيسكوي على الوجه بهذا الشكل حاولوه الضغط عليه باش كيلتاصق مع الكريمة غادي نوضع هنا يا الصف الاول وهنا يا عملت صفين بالبيسكوي عملت الصف الاول وعملت فوقه الصف الثاني على بركة الله الان غادي ندخلوها المجمد ونخلوها حتى كنتماسك تماما وعلى بركة الله بعد ما خرجناها من المجمد غادي نحاول نزول لها اولا هد الجوانب وغادي نزول كذلك الورق ومن بعد على بركة الله كنجيبوه واحد شبكة او صحن وكنحاولو نزولو القارورة بهذا الشكل كما ذكرت لكم الورق اللي عملت في الجوانب را عملت معه ورق الطبخ او لا ورق الزبدة هو اللي كيكون ملامس لنا هد لابيش غادي نزولو الورق وغادي نحاولو نتقدو هد الجوانب ديالو بالسكين نقطعوهم نتقدو هكا من بعد كنرجعو لابيش ديالنا للتلاجة او لا المجمد في الاعلى يستحسن غادي نحضره الان قلاساج اللي هو اقتصادي جدا بدون جيلاتين اللي كنحتاجو فيه على بركتي الله تلوت كأس من الحليب ما يعادل خمسون غرام او لا خمسون ميليليتر علبة من الكاكاو ما يعادل سبعة غرام او لا ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة من الزيت والدور ديالزيت في الهد الوصفة هو كيعطي اللمعان وعدنا مئة غرام من الشوكولاتة ما يعادل بالنسبة القطع المربع الصغير اللي كتب عند بقل فغادي تعملو اثنى عشرة ملعقة اثنى عشرة قطع شوكولاتة عفوا على بركتي الله فاولا نكون الخطوة وضع الحليب ونضيف عليه الشوكولاتة من بعد نضعه على النار ونستمره في تحريك حتى نضب شوكولاتة تماما ونساجم مع الحليب من بعد ما دابت لنا الشوكولاتة نضيفه النار ونضيفه الكاكاو ونخلطه جيدا حتى نساجم نضيفه الكاكاو مع الحليب والشوكولاتة ونضيفه ونضيفه ملعقة كبيرة من الزيت ونحركه وعند الزيت و ابدأ بعد ما دفلنا السلساة لن تصببها وهي ساخنة لاتخلي واحدة تولدها ووضعوا فيها الإسباع وستطيع تحمل الحرارة نضيفها الآن على وجه وبالمنا من الصفاخ الاسفل سنهزمها ونضوبها ووضعها على الجوانب من بعد قد زيين هنا قد نجيب قلب الشوكولاتة ف outrageיצ rev diferenci Necletal وفي الاخير قديت ا valu واحدة بداي على الورق وضعتها في الأعلى مع الشوكولاتة الأخرى كنتمنى فيديو يومين الإعجاب من استحسانكم وكنتمنى أنكم تجربوا ففعلا كتستحق التجربة كما اشتوا معايا مكونات جد بسيطة فقط بمقادر قليلة بنصف المقادر كنتستطيعوا أننا نحضروا هذه الدلابش للحجم ديالو حجم كبير واقتصادي شكرا لكم على تعليقاتكم شكرا كذلك على انتقاداتكم نتلاقوا فيديو قادم وصفة جديدة ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله سندخل عليكم علينا بالصحة والسلامة والرزق الوفير يا رب وتحقيق الأمان وبالصحة والعافية فالصحة هي أساس كل شيء اللي عنده صحته الحمد لله يحمد الله وشكروه ونتلاقوا فيديو قادم ان شاء الله أستردكم نظهر لك الله صديق ودائع والسلام عليكم